في سياق تأكيدات المسؤولين الإسرائيليين استمرار الحرب على لبنان حتى تحقيق عدة أهداف شدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على أنه لن يوافق على أي اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان لا يتضمن نزع سلاح جماعة حزب الله وانسحابها إلى ما وراء النهر الليطاني والسماح بعودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم كاتس وفي تصريحات من مقر القيادة الشمالية أضاف أن حزب الله تلقى ضربات موجعة ويجب مواصلة توجيه الضربات بكل قوة لتحقيق ثمار النصر على حد قوله هذا يأتي فيما قال وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي الذي وصل إلى لبنان أن اتصالات يومية تجرى مع كل الأطراف الدولية والإقليمية لوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان عبد العاطي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري شدد على أن الأولوية الأولى هي وقف إطلاق النار والهجمات الإسرائيلية دون أي شروط مؤكداً عدم القبول بأي تسوية لا تضمن سيادة لبنان الوزير المصري في لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين أكد أيضاً على أهمية إنهاء الشغور الرئاسي على أن يكون الانتخاب دون إملاءات خارجية بمشاركة الجميع ودون إقصاء أي طرف وعمدت إسرائيل منذ أيلول سبتمبر الماضي إلى تكثيف هجماتها على مختلف مناطق لبنان لا سيمة ضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع بهدف إضعاف حزب الله كما باشرت بعملية برية وصفتها بالمحدودة في الجنوب حيث توغلت قواتها في بعض البلدات الحدودية اشتركوا في القناة